بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن الدرس التاني لسنة ربعة ابتدائي وهو بعنوان التعدين والصناعة والتجارة وطبعا الفيديو ده موجه لوليالأمور وخاصة الأمهات أول حاجة عندنا تعريف التعدين ايه هو التعدين ده؟ هو اننا بنفحر الأرض وبنطلع منها حاجتين حاجة اسمها معادن وحاجة تانية اسمها مصادر طاقة طيب المعادن دي زي ايه؟ أقول لك زي الحديد وزي الدهب وزي الفوسفات وزي المنجنيس الاربع حاجات دول اسمهم معادن ومنطلعهم من بطن الأرض طيب ايه مصادر الطاقة بقى؟ هي تلات حاجات بطرول وغاز طبيعي وفحم واسمهم مصادر طاقة لاننا بنستخدمهم في تحريك الآلات يبقى تعريف التعدين هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من بطن الأرض طيب عندنا ممكن يقول لنا هو الحديد بنطلعه من مصر من أنا حتة بالظبط أقول له من حتة اسمها الوحاة البحرية طيب الدهب بنطلعه من حتة اسمها ايه؟ منجم السكاري في الصحراء الشرقية طيب المنجنيز ده منين؟ من حتة اسمها أم باجامة في سيناق طيب الفوسفات بنطلعه منين؟ من حتة اسمها أبو ترطور بالصحراء الغربية طيب تاني حاجة عندنا الصناعة الصناعة هي أنك مثلا عندنا القطن القطن داعش بنحوله لملابس يبقى الصناعة هي تحويل المواد الخام إلى منتجات تحويل المواد الخام إلى ايه؟ منتجات زي تحويل القطن إلى ملابس طيب عوامل قيام الصناعة أنا عندي فيه عوامل طبيعية وعوامل بشري الطبيعية زي المواد الخام ومصادر الطاقة مصادر الطاقة هفاكريين احنا قلنا ايه? زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طيب مواد خم بقي ايه? عندنا مسلا مواد خم زراعية? مواد خم حيوانية? مواد خم معدنية. يعني مواد خم زراعية مثلا زي القطن. مواد خم حيوانية مثلا زي اللحوم بتاعت الحيوانات. مواد خم معدنية زي الحديد واللي ي particulين عليه ؟ طيب الحوامل البشرية زي ايه? اقولك زي الايد العاملة ورأس المال والنقل والأسوار طيب أنواع الصناعة أنا عندي نوعين من الصناعة يا إما صناعة يدوية يا إما صناعة حديثة طيب الصناعة اليدوية تتم فين؟ بتبقى فين؟ أقول لك في المنازل والورش الصغيرة وتعتمد على المهارات اليدوية يعني تعتمد على شغل الدينة طيب الصناعات الحديثة بتبقى فين؟ أقول لك في المصانع الكبيرة التي تعمل بالآلات وفيها عدد كبير جدا من العمال طيب ايه اللي خل الصناعة تبقى صناعة يدوية ثم تطورت وبقت صناعة حديثة اقولك بسبب اكتشاف مصادر الطاقة وده سؤال مهم جدا واهم سؤال عندنا في الدرس يبقى بما تفسر تطور الصناعة من يدوية الى حديثة اقوله بسبب اكتشاف مصادر الطاقة واستخدام الالات طيب اخر تعريف عندنا تعريف التجارة التجارة هي عملية بيع وشراء المنتجات والسلع وتبادل الخدمات تاني هي عملية بيع وشراء المنتجات والسلع وتبادل الخدمات طيب انا عندي انوعين من التجارة يا اما تجارة داخلية يا اما تجارة خارجية طيب التجارة الداخلية تبقى داخل الدول والتجارة الخارجية بين دولة ودولة اخرى طيب التجارة عمرها ما تنجح الا في وجود حاجة مهمة جدا 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 وهي ايه وسائل نقل جيدة ologique وسائل نقل جيدة ذي ايه النقل البرى والنقل المائي والنقل الجو النقل البرى زي العربيات والنقل المائي زي السفن والنقل الجوي زي الطيارات طيب لهواسائل النقل بتيعمل ايه اقول لك بتنقل السلع والمنتجات الحاجات اللي احنا هنستخدمها من مناطق الانتاج الى مناطق يعني ايه مناطق الانتاج? يعني مسلا من المصنع الى الاسواق? يبقى ينفعان الى الحاجة دي من غير وسائل نقل? لا طبعا ما ينفعش. يبقى. يبقى كده احنا خلصنا الدرس التاني. شكرا كان معكم مستر عطا زكي شحط.